اشتركوا في القناة 25 يونيو وبالتالي تم تأجيلها الى منتصف اغسطس وقد تم اختيار سبعة ملاعب في مدينة الكاميرون لاحتدان كاس الامم الافريقية ولو الملابع السبعة هما ملعب اولنبي ملعب احمد اهيجا في يوندي ملعب جوبوما ملعب التوحيد في يوا في دوالا ملعب اومنيسبور في بافوصام ملعب روندي ااجيا في قروة وملعب لنبي كما نعلم الجزائر حاملت الكاس الافريقية في 2019 تم دفعها منطقيا في القبعة الاولى جنب الى جنب مع السينيغال تونس نيجريا والمغرق وتدقير تأهل فريق الجزائر الذي كان في المجموعة التامنة وسيطر على هذه المجموعة التامنة واحتل المرتبة الاولى برصيد 14 نقطة في 6 مباريات متقدما على زينبابي الذي كان 8 نقاط وزونبيا 7 نقاط وبوتسوانا الذي حتل المرتبة الاخيرة ب4 نقاط ان شاء الله يعني تكون قرعة مليحة تعطينا تعطينا افواج وانتكون مباريات ان شاء الله تكون مليحة ان شاء الله نقوم هذي الفيديو خلاصة نعطيكم واعصة في القادمة جو ديكو ست فيديو اللي ترميني جو دون رودي بو البروشن فيديو نقوم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة